أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قراره حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة الشهر القادم وقد تناول آبي في مؤتمر صحفي عقد أمس الاثنين التوترات المستمرة مع كوريا الديمقراطية بشأن برنامجها النووي سيتم لحل المجلس النواب اليوم الخميس القادم وعتقد أن شعبنا يشعر بقلق بالغ إزاء تجارب نووية وصروخية لكوريا الديمقراطية ولن تتأثر هذه الانتخابات بتهديدات كوريا الديمقراطية وعرى أن هذه الانتخابات ستسمح لنا بمواجهة التحديد النووي والصروخي من كوريا الديمقراطية بشكل أفضل